اشتركوا في القناة والدكتور راج ايكان بادي عميد كلية الادارة بالجامعة بمناسبة زيارتهما لمملكة البحرين وخلال اللقاء نوه سموه بهمية توسيع مجالات التبادل الثقافي من خلال التعاون بين الجامعات في مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية عبر تبادل زيارات الوفود الأكاديمية والطلابية والاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي العالمي في دعم المجال التنموية وقال سموه إن مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين تلعب دورا هاما في رفض المسيرة التعليمية وإن تعاونها مع الجامعات العالمية سيسهم في جعل جامعاتنا مواكبة دائما للتطور التعليمي والأكاديمية والتكنولوجية ونوه سموه إلى أن القطاع التعليمي في مملكة البحرين بمختلف مراحله يحظى باهتمام كبير إيمانا من المملكة بهمية وأثر التعليم في بناء حضارة الأمم والارتقاء بالشعوب ووضعها على طريق النماء والتقدم من جانبه عرب نائب رئيس جامعة نورث إسترين الأمريكية عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه لكل ما يعزز من علاقات التعاون والصداقة بين البلدين منوها بما يشهده القطاع التعليمي في المملكة من تقدم يضاهي أرقى المستويات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر